دولة الرئيسة اكو قضية خل ينطونك من ومن عوائل الشهداء اللي ما زال قاعد ايجار او امه وخواته وابناء قاعدين بالتجاوز دولة اللي لازم تبدي بيهم يا ابن الشهيد يا ابو مصطفى دولة اللي لازم ينطونك عليهم احصائية ودولة اللي لازم انت تروح تركض لهم تشوفهم تبريت بهاي الظروف لما استشهد ابوك وصارت هاي روح الدولة ابو مصطفى روح الدولة ابدي بيهم شوفهم ليش ماكوا هالسرعة تجيب ابو الشهداء وتجيب فلان وتجيب ابو الاراضي وتجيب ابو الامانة وتجيب المحافظ وانا ناقشت هذا مع السيد عبدالله النالي راح يسوي الكياه ولا قطعة ارض فارغة وانا من ين اجيب لهم وبعد ينشي يسوون يطلهم المية ميتين وهم لو البقية لا دولة الرئيس كل المراحل اللي مرت ماكوا واحد اطل الشهيد حقه او انت في زمنك اكتب في هذا التاريخ اكتب في هذا التاريخ لي انتهي من شهيد لازم تكتب في تاريخك قبل لا تروح انه انت انصبت هاي الشريحة مالة الشهداء اللي بعتهم يفترا بالدوائر يفترا بالدوائر على متقطعة الارض ابو بغداد ما عد اراضي دخلوا بالموازنة صار سنوات كاملة اطوهم فلوس حيرهم بيهم جيبوا لكم شركات اطوها اراضي احسن ما النواب ياخذون والوزراء ياخذون والبلوغرات ياخذون والحبايب ياخذون زين اطوا العوالي الشهداء ويجب ان يزدر مننا قرار دولة الرئيس بتخصيص اراضي اي موعونها اي موعونها ليش لان العوالي الشهداء سوي لهم مجمعات سكنية ماكو مجمعات سكنية اطوهم الفلوس وهو يروح يحير بنفسه ما يعني هذا صرخنا بيهم ذن القضايا على مدى سنوات بلك هالمرة من يمك تصير يا دولة الرئيس الله يستر على عرضك عوائل الشهداء اللي قاعدين بالتجاوز وبالعشويات وقاعدين بالنجارات الله يستر على عرضك اشتركوا في القناة